قالت تقارير صحفية أن حركة حماس باتت أمام اختبار كبير لإنجاح صفقة الهدن القصيرة وتبادل الأسرة مع إسرائيل حيث سيتوجب عليها إطلاق سراع خمسين شخصاً من دون الكشف عن أماكن بقية المحتجزين لديها ووفق التقارير أيضاً تبدو مهمة حماس أكثر تعقيداً في تسليم خمسين محتجزاً خلال المرحلة الأولى من الاتفاق في ظل محاصرة عدد من المناطق في القطاع بالدبابات الإسرائيلية واعتبرت أيضاً التقارير أن اكتشاف مكان محتجز واحد ربما يؤدي إلى كشف الآلية التي تعمل بها حماس في إخفاء المحتجزين ما قد يجعلها تفقد أبرز ورقة لديها في الصراع مع إسرائيل إذن تعييد دولي واسع حظي به اتفاق الهدن القصيرة التي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد في بيان صادر عن البيت الأبيض على أهمية تنفيذ جميع جوانب الصفقة بين الطرفين بالكامل قال أن بلاده ستعيد المزيد من المحتجزين الأمريكيين لدى حماس كما تعهد بأن لا تتوقف المساعي حتى يتم إطلاق صراحهم جميعاً